السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدارس القيروان النموذجية نطلع عليكم طلابي الصف الخامس لمادة التربية الاجتماعية سوف نتحدث اليوم طلابي عن الدرس الرابع لهذه الوحدة وهو بعنوان التنوع ولكن بداية سوف نستذكر ما تم أخذه في الدروس السابقة تحدثنا في الدرس الأول يا خامس عن التعاون وقلنا هو مساعدة الناس بعضهم بعضا على قضاء حاجاتهم من أهمية التعاون تنجز الأعمال بصورة أدق ووقت أسرع وتنشر المحبة وتعمل معامل حسن بين الناس أنواع التعاون يبدأ التعاون بين أفراد الأسرة ثم إلى المدرسة ثم في المجتمع تحدثنا في الدرس الثاني يا خامس عن كرامة الإنسان وقلنا أن الله تعالى كرم وفضل الإنسان عن غيره من المخلوقات من خلال العقل حرية الإختيار وقوة الإرادة وتحدثنا عن احترام الكرامة الإنسانية من قصص الرسول صلى الله عليه وسلم مثل جنازة اليهودي وأيضا معاملة أسرى بدل الحسنة إلى المجتمع الدولي من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث ركز على عدة مواد منها أن الناس أحرارا وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق ولكل فرد حق الحياة والحرية تحدثنا يا خامس عن مبادئ الكرامة الإنسانية وهي المساواة الحرية والعدالة ثم تحدثنا في الدرس الثالث يا خامس عن السلم المجتمعي وقلنا أن السلم هو حالة التوافق والتعايش والوئام بين مختلف الجماعات في المجتمع وقلنا تكون هذا التوافق والوئام على أساس الأخوة والتعاون مسؤولية انتشار السلم والتوافق والتعايش والوئام تبدأ بالأسرة ثم المدرسة ثم دول العبادة ثم وسائل الإعلام اليوم بإذن الله يا خامس سوف نتحدث عن درسنا الجديد وهو بعنوان التنوع بداية يا خامس ما معنى التنوع؟ ما هو المقصود بالتنوع؟ التنوع هو اختلاف الجماعات البشرية إذن اختلاف الجماعات البشرية في أعراقها في ألوانها في معتقداتها في لغاتها يختلف البشر عن بعضهم البعض يختلف الناس عن بعضهم البعض في العرق في اللون في المعتقدات والعادة والتقاليد وفي اللغة الاختلاف بين هذه الجماعات يجب أن لا يكون يا خامس سبب يعيق التقارب والتسامح والتعايش بين الناس إذن يجب أن لا يكون سبباً يعيق التقارب والتسامح والتعايش بين الناس إذن التنوع اختلاف الجماعات في أعراقها في ألوانها في معتقداتها في لغاتها دعت جميع الديانات السماوية إلى احترام التنوع والاختلاف إذن أكدت الديانات السماوية على احترام الاختلاف والتنوع حيث دعت الديانات جميعها إلى التراحم بين الأفراد والتواصل بين الأفراد وقبول الأفراد لبعضهم البعض إذن تراحمهم وتواصلهم وقبولهم بعضهم بعضاً مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم جسد مبدأ احترام الاختلاف والتنوع عندما هاجع من مكة إلى المدينة حيث حرص على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار إذن كان في عنا اختلاف وتنوع بين البشر بين أهل المكة المهاجرين وأهل المدينة الأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم احترم هذا الاختلاف والتنوع وقام بتجسيده في صورة المؤاخاة لكل مهاجر له أخ من الأنصار يشاركه في بيته في ماله في عمله تمام إذن ساوى بينهم طبعاً احترم التنوع لبينهم والاختلاف اثنين وضع صحيفة المعاهدة مع اليهود الذين يسكنون المدينة إذن في اختلاف بين سكان المدينة كان المسلمين مهاجرين وأنصار اللي هم سكان المدينة وأهل المكة واليهود احترم هذا التنوع والاختلاف من خلال وضع صحيفة المعاهدة صحيفة المعاهدة طبعاً لتنظيم العلاقة بينهم إذن منحكي أكثر مثال على احترام التنوع بين الجماعات الرسول عندما احترم التنوع بين المهاجر والأنصار وآخا بينهم جعل لكل مهاجر أخ له من الأنصار اثنين في صحيفة المدينة عندما احترم مع تنوع المسلمين واليهود ووضع هذه الصحيفة لتنظم العلاقة بينهم كفرت الصحيفة الأمن لسكانها وحرية الدين لسكانها إذن كفرت الأمن وحرية الدين والعقيدة لمن يسكن المدينة اللي بدي يكون مسلم مسلم والي بدي يكون يهودي يهودي أمر التنوع والتعدد هو أمر طبيعي يتناغم مع سنن الكون التي تشكلت بإرادة الله إذن كل شيء في الكون مختلف فهو أمر طبيعي فالإنسان يجب عليه أن يقبل هذا التنوع والاختلاف ويحترم هذا التنوع والاختلاف ويجسدها في حياته اليومية إذن يجب أن يقبلها ويحترمها ويجسده في حياته اليومية من خلال احترامه لأخيه وحقوقه وحرياته إذن يجسد الإنسان احترام التنوع والاختلاف في حياته اليومية من خلال احترامه للآخرين واحترام حقوق للآخرين واحترام حريات الآخرين يا حامس إذن التنوع هو إشي طبيعي في الكون الذي خلقه الله تعالى هذه أيضا صحيفة المدينة التي جسدها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة طبعا لتنظم العلاقة بين سكان المدينة مسلمين ويهود الآن يا حامس سوف نتعرف على التنوع في الدولة الأردنية التنوع وقيام الدولة الأردنية الدولة الأردنية يا خامس تشكلت بعد تأسيس إمارة شرق الأردن حكي أنه بعد الثورة العربية الكبرى أرسل الشريف حسين ابنه الأمير عبد الله الأول إلى معان ثم انتقل إلى عمان وكانت تسمى شرق الأردن وأطلق عليها إمارة شرق الأردن إذن تأسست الدولة الأردنية بعد تأسيس إمارة شرق الأردن حيث استقلت في 25-25 عام 1946 قلنا يا رابع يا أصد يا خامس أسف وتحدثنا يا خامس أنها تحولت من إمارة إلى مملكة ومن أمير إلى ملك طبعا تشكلت الدولة الأردنية بعد تأسيس إمارة شرق الأردن على أساس التنوع كيف ساهم جميع فئات المجتمع طبعا كان يتكون الدولة الأردنية من العرب شركس، شيشان، أكراد، أرمن إذن هذه جماعات مختلفة من البشر إذن جماعات مختلفة من الناس طبعا ساهم جميعهم في بناء الدولة الأردنية وساهم جميعهم أيضا لكانوا سكان الأردن من عرب شركس، شيشان، أكراد، أرمن في بناء الشخصية الوطنية الأردنية إذن ساهموا بعد أن تشكرت إمارة شرق الأردن هذه الجماعات التي تسكن الدولة الأردنية في بناء الدولة الأردنية المعاصرة وبناء شخصية الدولة الأردنية اندمج الجميع العرب والشركس والشيشان والأكراد والأرمن طبعا كلياتهم اندمجوا في المجتمع الأردني بوصفه نسيجاً اجتماعياً واحداً ممثلين كتلة واحدة إذن اندمجوا تعايشوا مع بعضهم البعض في المجتمع الأردني التنوع في الدولة الأردنية الهاشمية شكل لوحة فسيفسائية مبنية إذن هذا التنوع كان مبني على قبول الآخر كل شخص بقبل الآخر بالرغم من اختلافه وتنوعه وعلى احترام الآخر يا خامس أنا شيشاني بحترم الشركسي أنا شركسي بحترم الأكراد إذن على الاحترام وبقبلهم وعلى قبولهم احتفظت كل جماعة طبعاً كل جماعة منهم احتفظت بخصائصها مثل الدين عاداتها وتقاليدها طبعاً فنونها لباسها طعامها كل جماعة منهم احتفظت بخصائصها الخاصة دينها عاداتها تقاليدها معتقداتها لباسها طعامها وشارك الجميع في تدعيم أركان الدولة طبعاً من خلال قاعدة الوطن للجميع والجميع للوطن إذن كلياتهم قاموا في تدعيم أركان الدولة من خلال قاعدة الوطن للجميع والجميع للوطن الوطن لجميع الفئات بغض النظر عن نوعه والجميع للوطن الآن يا خامس سوف نتعرف على احترام الدستور الأردني للتنوع هل ذكر التنوع في الدستور الأردني؟ نعم هل يحترم الدستور الأردني التنوع والاختلاف؟ نعم جاء الدستور الأردني طبعاً متوافق مع مبادئ الحرية والعدالة واحترام التعددية والتنوع كما ينص لدينا هنا المادة في الدستور الأردني للتنين وخمسين المادة الستة الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم ما في تمييز بينهم في الحقوق والواجبات حتى لو اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين إذن لا يوجد تمييز بين الجماعات حتى لو اختلفت لو منها متنوعة لا يوجد تمييز بينهم في الحقوق والواجبات أمام القانون الأردني له نفس حقوق الفلسطيني نفس حقوق الشركسي نفس حقوق الشيشاني إذن كلياتهم نفس الحقوق أمام القانون والأردني له نفس واجبات الفلسطيني نفس واجبات الشركسي نفس واجبات الشيشاني إذن كلياتهم أمام القانون في الحقوق والواجبات متساون تمام؟ المادة الثانية تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين إذن حق العمل والتعليم وتكافؤ الفرص هو أماء للجميع الأردنيين طبعا تكفله الدولة إذن الدستور جاء متوافق مع الحرية والعدالة والتنوع حيث تحدث أن الأردنيين أمام القانون طبعا متساوون بغض النظر عن تنوعهم وأيضا لهم حق الحرية وحق التعليم لجميع الفئات الأردنية طبعا ها هي المادة الستة اللي يدركت في الدستور كما هي مبينة هنا الدستور أمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن يختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين نين تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدودها وإمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين وبهذا نكون يا خامس قد انتهينا لدرسنا لهذا اليوم التنوع هو اختلاف الجماعات في عرقها في لونها في معتقداتها في لغتها احترمت الأديان السماوية هذا التنوع من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جسد مبدأ المؤاخر وأيضا الصحيفة بين اليهود والمسلمين لتنظيم العلاقة بينهم قامت الدولة الأردنية على التنوع أيضا بين فئات المجتمع المتنوعة فيها ولكنها قاموا ببناء هذه الدولة وبناء شخصيتها ولكن كل جماعة حافظت على خصائصها من عاداتها تقاليدها لباسها طعامها طبعا دينها واحترم الدستور الأردني أيضا التنوع طبعا وذكر ذلك في مواده في الدستور يعطيكم ألف عافية خامس